موسيقى من الشعار نبتغي الوحدة النضال ديال كل الإطارات ونضال الجمعية الوطنية من أجل أننا نوحدوا نضالتنا لرفع الحيف والتهميش عن إقليم فيقيق مرينا على مجموعة من المناطق بدأت القافلة أولا بتلسينت مرت على بنيت جيت باصية بوعنان عين شعير بوعرفة تندرارا وحطة الرحال في فيقيق يعني كل هاد المناطق شاهدنا التهميش لم يمنهج بحق أبناء الشعب هناك نهب الخيرات والطروات ديال الوطن في المعادن وأبناء هاد المنطقة لا يستفيدون شيء من هاد المعادن وزيد على ذلك نحن كحملة الشواهيد معطلين لحملة الشواهيد نطالب يعني بحقوقنا مدم أنه ما كتتوزعش الطروات وما كتستفدش منها عموم الفئات ديال الشعب نطالب مطالبنا العادلة والمشروعة لكن القافلة جاءت بمضمونها كتحسيسية الجماهير من أجل تنضل على الحقوق ديالها العادلة والمشروعة عندما يعني حطت القافلة الرحال ديالها في منطقة فيقيق هناك أشكال نضالية تضامنية مع السوريين العالقين في الحدود المغربية الجزائرية ونضم صوتنا صوت هذا الجماهير الشعبية اللي كانت طالب بفك الحصار على السوريين وتوفير لهم الغداء والأمن من أجل تفك عليهم الحصار إذن من هذا الموقع نناشد لكل الغيورين على هذا الوضع من أجل يقدموا الغالي والنفيس لأن في آخر المطاف السوريين تعرضوا للتهميش في بلدهم والحرب الإمبريالية اللي كانت في الشرق الأوسط خلتهم ينزحوا المناطق أخرى لذا الشيء اللي غادين نقدمو لهم هو أننا نفكو عليهم الحصار نستقبلوهم يحركون المبدأ الإنساني نقدمو لهم هذا العمل الإنساني نضلو إلى جانب الساكنة دي الفيق باش تفك الحصار على السوريين وتحية لكم نضالية عالية لكافة شهداء الشعب المغربي والكافة المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الدل والعار يعني منكم وعبركم نزف آلف تحايا لكافة القناعة المبدأية المتواجدة بإقليم فيك منذ انطلاقنا من تلسيند في جوجماي 2017 في قافلتنا النضالية تحت شعار معا من أجل توحيد نضالتنا وتنظيم صفوفنا لانتزاع حقوقنا ومطالبنا ولرفع الحيف والتهميش عن إقليم فيك يعني هذه القافلة التي انطلقت من تلسيند مشيا على الأقدام جابت مجموعة من المناطق بإقليم فيك أولها ابني جيد ثم باصية بوعنان أنباج عينشعير بوعرفاء تندرارا وختاما حطت القافلة رحالها بإقليم فيك يعني خلال مشينا على الأقدام اكتشفنا أن الإقليم غني مجموعة من طروات المعدينية والطروات الغازية ولكن ساكنة إقليم فيك رغم هذه الطروات تعاني الحيف تعاني التهميش تعاني الإقصاء يعني خرجنا كمعطلين إلى جانب جميع الفئات المهمشة والمقهورة من داخل هذا الوطن الجريح لنوصل رسالتنا إلى أبناء الشعب المغربي عموما وإلى العالم بأسره بأننا نحمل على عاتقنا مهام النضال والتمرد كذلك على هذا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها كفئات مقهورة من داخل هذا الوطن الجريح ولما وصلنا إلى فقيق وجدنا إخواننا الفقيقيين يطالبون بفك الحصار والعزلة عن السوريين المحاصرين في الحدود المغربية الجزائرية وبدورنا كجمعية وطنية لحملة شهادة المعطلين قمنا البارحة بشكل نضالي تضامني مع هؤلاء السوريين العالقين في الحدود المغربية الجزائرية واليوم كذلك شاركنا كمناظلين إلى جانب تنسيقية التي ذعت إلى وقفة احتجاجية وتظاهر تضامنيا مع هؤلاء السوريين ومن موقعنا نناشد كافة القناعة الانبذائية لانخيرات في كل الأشكال النضالية حتى فك الحصار عن هؤلاء السوريين وكذلك دعوة لكل الفئات المغربة بإقليم في جيك لتوحيد نضالتها من أجل تستير مذكرة مطلبية تخص إقليم في جيك لرفع الحيف والتهمش عن هذا الإقليم وتحيي نضالية للجميع